وسط أجواء ملتهبة وتداعيات خطيرة شمال قطاع غزة أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المفاوضين الأمريكيين والإسرائيليين سيستأنفون المحادثات بشأن صفقة للإفراج عن الأسرة ووقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة وبالتزامن مع تصريحات بلينكين كشفت حركة حماس عن عقد اجتماع في القاهرة مع مسؤولين مصريين لمناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرة مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو أعلن عن توجه رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة خلال أيام لبحث استئناف المفاوضات بهدف الإفراج عن الأسرة في قطاع غزة ومناقشة مختلف الخيارات عائلات أسرة الاحتلال تلقت أنباء عن وجود محاولات لتحريك صفقة صغيرة تمثل إطلاق سراح خمسة من الأسرة في غزة الجولة الجديدة تأتي قبل أقل من أسبوعين عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث يراهن نيتنياهو على ما يبدو على حدوث تغيير في صناعة القرار في البيت الأبيض فيما يرى مختصون أن ما يحدث هو محاولة جديدة من نيتنياهو لكسب مزيد من الوقت لتنفيذ ما تبقى من مخططه الإجرامي في قطاع غزة وامتصاص غضب عائلات الأسرة الإسرائيليين من ناحية وتجميل وجهه الإجرامي العدواني أمام شعوب العالم من ناحية أخرى اشتركوا في القناة